السلام عليكم أخوكم من الجزائر جريدة الجريدة الكويتية إصدار يوم السبت 28 أكتوبر 2023 رئيس التحقيق خالد هيلال المطيري صفحة الاقتصاد العربية للطيران تحتفي بمرور 20 عام على تأسيسها نقلت خطوط الجوية العربية للطيران ما يزيد عن 150 مليون مسافر عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 190 وجهة انطلاقا من سبع مراكز تشغيلية وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران على مدى عقدين من الزمن أنها تمتلك رؤية ريادية غيرت من خلالها مفهوم الصفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنذ إطلاقها لنموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة استطاعت العربية للطيران ترسيخ مكانتها إقليميا وعالميا وتقديم خدمات عالية الجودة وتعمل الشركة حاليا على مضاعفة حجم الأسطولها الحالي الذي يضم 71 طائرة من طيراز إيرباس 321 وهناك طلبية جديدة مع شركة إيرباس التي تشمل 120 طائرة من فئة أربيس A320 وتسلم بحلول 2025 ترجمة نانسي قنقر